اعزائي طلبات وطلبات الصف الثاني الزراعي نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة بيولوجي النبات في الحلقات الماضية تحدثنا عن علاقة النبات بالماء وعرفنا ان الماء له اهمية كبرى في حياة النبات وان الماء عشان ينتقل للنبات في استراتيجيات او طرق معينة بيعتمد عليها النبات في انتصاصه للماء اما من الطربة او حتى في انتقاله داخل النبات خدنا من ضمن وسائل انتقال الماء للنبات خدنا عملية النتح او القوة السالبة وقلنا ان هي القوة الاساسية في انتقال الماء داخل النبات الماء عشان ينتقل داخل النبات بيحتاج الى قوة كبيرة عشان يقدر يرتفع الى ارتفاعات شهقة داخل النبات زي ما قلنا قد تصل في بعض الاحيان الى 20 متر او اكتر في اشجار بتكون ارتفاعها اكبر من 20 متر عشان يوصل الماء لكل جزء من اجزاء هذه الاشجار لازم تبقى فيه قوة كبيرة جدا تعمل على انتصاص النبات للماء ودخوله الى جميع خلايا النبات اتكلمنا عن القوة السالبة وقلنا ان هي القوة الاساسية في انتصاص النبات للماء حتى من الطربة وقلنا ازاي بتحصل وقلنا ان الشعارة الجزرية بتستطيع انتصاص الماء من الطربة من خلال الفجوة العصرية بتاعتها اللي جواها محلول عالي التركيز بيقدر ان هو يسحب الماء من الطربة اللي هي محلولها بيكون منخفض التركيز وبالتالي ينتقل هذا الماء من خلية الى خلية الى خلية الى خلية الى ان يصل الى زروة النبات او اخر خلية في النبات القوة السالبة بتنتج اصلا عن عملية النتح وعملية النتح هي دي مربط الفرص في النبات هي العملية الكبرى اللي من خلالها بيقوم النبات بجميع وظائفه الحيوية تعالوا بينا نتعرف على عملية النتح واهميتها بالنسبة للنبات اولا عملية النتح تعرفها النتح هو فقد النبات للماء على هيئة بخار ماء منين؟ من الاسطح المعرضة للجو وبخاصة الاوراق يبقى النتح هو فقد النبات على هيئة بخار ماء من الاسطح المعرضة للجو وبخاصة الاوراق زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان النبات لما بيمتلق بالماء او بتمتلق خلاياه بالماء بتكون غير قادرة على العمليات الفيسيولوجية اللي المفروض تقوم بيها بالتالي لازم تفقد جزء من هذا الماء اللي موجود في الخلية لان هذا الماء بيضغط على الجدار الخلوي وبيجعل امتصاص النبات الماء غير ممكن بالتالي يجب على النبات اخراج هذا الماء فيقوم بعملية النتح منين؟ من الاسطح المعرضة للجو ايه هي الاسطح المعرضة للجو في النبات؟ جميع اجزاء النبات الخضراء اللي فوق سطح الطربة زي الاوراق زي السقان زي حتى العديسات اللي موجودة على الساق جميع هذه الاجزاء اللي موجودة على النبات والمعرضة للجو تقوم بعملية النتح ولكن بنسب مختلفة فمثلا عملية النتح زي ما هنعرف فيما بعد فيها انواع كثيرة تختلف نسب اخراج الماء منها حسب المكان اللي بتخرج منه الماء دلوقتي احنا عرفنا ان النتح هو فقد النبات للماء الزائد عن حاجاته على هيئة ايه؟ على هيئة قطرات مية؟ في الصباح الباكر زي ما بنشوف على اوراق النباتات؟ لا بنشوف الماء على الاوراق النباتية ولكنها لا تخرج على هيئة قطرات ماء ولكن تخرج على هيئة بخار ماء امال ايه قطرات الماء اللي احنا بنشوفها على الاوراق؟ اللي احنا بنشوفه على الاوراق ده تكسف بخار الماء بواسطة الجو وبيتحول الى ماء فيما بعد على سطح الاوراق زي ما بنشوفها في الصباح الباكر تعالوا نكمل معنا ونشوف إيه هي فوائد النتح وأضراره وأنواع النتح زي ما عرفنا النتح أنه هو فقد الماء على هيئة بخار ماء من الأسطح المعرضة للجو وبخاصة الأوراق أنواع النتح عندنا ثلاثة النتح السغري وهو فقد النبات للماء على هيئة بخار ماء من صغور الأوراق يبقى النتح السغري هو فقد النبات للماء على هيئة بخار ماء زي ما اتفقنا منين؟ من صغور الأوراق عشان كان يسموه نتح السغري الصورة اللي قدامنا دي بتوضح شكل الصغر على الأوراق زي ما احنا شايفين الفتحة اللي قدامنا دي هي الصغر أو هي فتحة الأوراق أو فتحة الصغر الموجودة في الأوراق سموها صغر لأنها تشبه الفم بالضبط عشان كده سموها صغور دي صورة للصغر وهو مفتوح بيقوم بعملية النتح ودي صورة للصغر وهو مغلق زي ما احنا شايفين يعني ما بيقومش بعملية النتح النوع الثاني من أنواع النتح هو النتح الأدمي وهو فقد النبات للماء على هيئة بخار ماء من الأسطح المعارضة لتجوز الأوراق والسيقان العشبية من خلال طبقة الأدمة أو الكيوتيكي ثاني هو فقد النبات للماء على هيئة بخار ماء من أسطح الأوراق والسيقان العشبية من خلال طبقة الأدمة أو الكيوتيكي بالنسبة للنتح الأدمي زي ما احنا شفنا كده أو زي ما قرينا أنه هو فقد النبات للماء على هيئة بخار ماء ولكن من أسطح الأوراق والسيقان منين بالظبط؟ من خلال طبقة الأدمة أو الكيوتيكي طب ايه هي طبقة الادمة هي طبقة البشرة اللي بتغطي النبات كله اوراق وسقان وجميع اجزاء النبات طب ايه الكيوتيكل دي الطبقة الشمعية اللي بتكون موجودة على الورقة من خلالها بيقدر برضو الادمة او بشرة النبات تقوم بعملية النتح من خلاله ثم ننتقل الى النتح العديسي وهو تالت انواع النتح وهو فقد النبات للماء على هيئة بخار ماء من خلال العديسات التي تغطي اسطح وصوق وافرع الاشجار الخشبية والدرانات النبات يحتوي على عديسات موجودة في الساق وكلمة عديسة جاية من العدسة وكلمة العدسة زي ما احنا عارفين اللي هي العدسة الزجاجية اللي معروفة قدامنا او معروفة لنا بتكون على هيئة العدس او حباية العدس عشان كانت سموها عديسة عديسة اصغر من العدسة او حبة العدس بكثير العديسات دي بتكون موجودة ومنتشرة على ساق النبات وايضا على اوراق النبات وعلى اجزاء اخرى من النبات زي السمار مثلا وهذه العديسات قادرة على فقد الماء من خلالها ولكن عملية النتح بتختلف بنسب حسب نوع النتح اللي احنا اتكلمنا عليه فمثلا النتح الصغري اللي بيحدث عن طريق الاوراق بتكون نسبته او نسبة الماء المفقودة من خلاله حوالي 80% من حجم الماء الخارج من النبات ودي كمية كبيرة جدا وزي ما احنا عارفين ان عملية النتح بتكون اكتر في الصباح عنها في المساء لان فتحات الصغر بتفتح في النهار لمدة طويلة اكتر ما بتفتح في المساء في الظلام حركة الصغر نفسها بتختلف في الظلام والليل كمية الماء الخارجة من الصغور هي دي اللي بتأثر على النبات فعملية النتح الصغري بتخرج من الماء نسبة 80% منه بينما النتح اللي قدمي بيخرج تقريبا 1 من 10% النتح العديسي اكتر منه شوية اذا كل نوع من انواع النتح يختلف في كمية الماء الخارج من خلاله تعالوا نشوف ايه فوائد واضرار عملية النتح على النبات اهمية النتح بالنسبة للنبات واحد يبرد اسطح النباتات المعرضة للجو وينظم درجة الحرارة الداخلية للنبات اتنين يسبب النتح انتصاص الماء وصعود الماء لاعلى نتيجة القوة السالبة تلاتة بيساهم في امتصاص النبات للعناصر الغذائية عبر طيار الماء الداخل للنبات يعني ايه الكلام ده رقم واحد النتح بيبرد اسطح النباتات المعرضة للجو لانه بيتم فيه الصباح ومدامه بيتم في عملية الصباح مع اشتداد حرارة الجو وقوة الحرارة النتيجة عن الشمس فالنبات طبعا بيسخت واعضاء الداخلية ما بتقدرش تقوم بوظائفها الفيسيولوجية والحيوية بطريقة جيدة ايه اللي يبرد النبات ايه اللي يقوم بعملية لتبريد اجزاء النبات واعضاؤه عملية النتح بيقوم النبات بعملية النتح فيخرج الماء الزائد عن حاجته ده من ناحية من ناحية تانية بيبرد اجزاء النبات وبالتالي يستطيع النبات استمرار عملياته الفيسيولوجية والقيام بالاعمال الحيوية بتاعته اذا احنا بنتكلم عن تبريد النبات لأعضاء او تبريد الماء لأعضاء النبات وده بيقوم مكان الماء اللي بيجعل النبات يبرد او يبرد اعضاؤه ويقوم بعملياته الفيسيولوجية كاملة اتنين انه بيسبب امتصاص الماء وصعود الماء زي ما قلنا عن طريق القوة السالبة وقلنا ان القوة السالبة هي اكبر قوة لامتصاص النبات للماء من الطربة بقيام عملية النتح بيفقد النبات الماء وبالتالي يبحث عن ماء اخر علشان يقوم بوظيفه الحيوية هيمتص الماء منين من الطربة هو فقد الماء اذا يبحث عن الماء منين يا ترى من الشعيرة الجزرية تبدأ من الشعيرة الجزرية تفقد الخلايا الماء زي خلايا الصغر كده اللي هي اخرجت الماء على هيئة بخار فبتفقد الماء عايزة ميا تبحث في الجوار عن الماء من الخلية المجاورة لها فتمتصها منها ليه؟ لانها بفقدانها الماء بيزيد ضغطها الاسموزي وبيكون ضغطها الاسموزي اضبر من ضغط الخلية المجاورة اللي فيها ميا فبتمتص الماء بتاعتها وبالتالي الخلية اللي بعديها يزيد ضغطها الاسموزي وتبدأ في امتصاص الماء من الخلية الاخرى وتظل هذه العملية كسلسلة متواصلة الى ان تصل الى خلية الشعيرة الجزرية اللي هتفقد ماءها بالطبع وبالتالي هتكون محلول الفجوة العصرية بتاعتها اصبح عالي التركيز وبالتالي يقدر ان هو يمتص الماء من الطربة او يمتص محلول الطربة وترجع تاني العملية دخول الماء الى داخل النبات عن طريق القوة السالبة وعودته الى الاوراق يبقى النتح له فايدة كبيرة جدا في امتصاص النبات للماء بالنسبة للنقطة الثالثة وهي يساهم في امتصاص العناصر الغذائية عبر طيار الماء الداخل هو نفس القصة ان الخلايا بتاعت الشعيرات الجزرية بتستطيع ان هي تمتص الماء وبالتالي بتاخد معاها ايضا الاملاح والعناصر المعدنية الزائبة في محلول الطربة فبتدخل عبر الاغشية شبه المنفذة الى خلية الشعيرات الجزرية ومنها الى جميع اجزاء النبات يبقى على القوة السالبة من خلالها بيستطيع النبات امتصاص الماء وايضا سحب العناصر الغذائية او المواد الملحية الموجودة في الطربة للاستفادة منها وتوزيعها على جميع اجزاء النبات ده من نسبة لفوائد النتح تعالوا نشوف مع بعضنا ايه هي اضرار عملية النتح اضرار عملية النتح بتتمثل في زيادة معدل النتح عن معدل امتصاص النبات للماء مما يؤدي الى زبول النباتات وايقاف نموها وهذا هو السبب في عدم زراعة المحاصيل بالمناطق الصحراوية يعني ممكن يجيب لك سؤال علل يقولك علل ليه ما بنزرعش المحاصيل بتاعتنا في الاراضي الصحراوية لان فيه اجهاد مائي لان عملية النتح لو كانت بتقوم بها النباتات بمعدل اكبر من معدل امتصاصها للماء اذا دي مشكلة بتفقد ماء اكتر ما بتنتص الماء من الطربة وبالتالي لا يستطيع النبات اللحاق بامتصاص الماء فيزبل او تزبل الخلايا وبالتالي بيزبل للنبات كله طب وليه المناطق الصحراوية ما نزرعش فيها المحاصيل لانها اقصر المناطق جفافا في البلاد ما فيهاش مايا كتير في الطربة اذا النبات حيبقى بيقوم بعملية النتح بكمية اكبر يفقد ماء ولا يستطيع امتصاص الماء من الطربة وبالتالي يزبل النبات وتزبل محاصيل نتيجة فقر الماء في الطربة دي احد اضرار عملية النتح لو كانت عملية النتح اكبر او بيقوم بها النبات بمعدل اسرع من معدل امتصاصه للماء من الطربة ننتقل الى الشريحة اللي بعد كده وميكانيكية النتح ميكانيكية النتح يعني الحركة المائية الناتجة عن النتح وازاي بيقوم النبات بهذه العملية عندما يكون الجهد المائي للهواء المحيط بالاوراق منخفض بيتبقر الماء من جدر خلايا الميزوفين اللي هي محيطة بالغرف الهوائية الموجودة اسفل الصغر الى ان تتشبع الصغور ببخار الماء وينتقل بخار الماء بعد ذلك الى الجو عند فتح الصغور ثاني يعني ايه الكلام ده لما يكون جهد الهواء او الجهد المائي للهواء المحيط بالاوراق منخفض يعني الضغط الاسموزي بتاع الهواء منخفض بيتبقر الماء من جدر خلايا الميزوفين اللي هي بتكون محيطة بالغرف الهوائية الموجودة اسفل الصغر يعني اسفل الصغر فيه خلايا تضع الميزوفين بتحيط بالغرف الهوائية الموجودة اسفل الصغر وبتتشبع حينئذن ببخار الماء وينتقل بخار الماء بعد ذلك الى الجو عند فتح الصغر نتيجة عملية الانتشار اللي احنا عارفنا فيقول لك علم ليه ده بيحصل ليه بيتبقر الهواء من الغرف الهوائية الموجودة ليه يتبقر الماء من الغرف الهوائية الموجودة اسفل الصغر عن طريق الصغور ليه يا ترى لان الجهد المائي زي ما احنا شايفين كده الاجابة لان الجهد المائي او ضغط الانتشار في الغرف الهوائية والصغور بيكون اعلى من الجهد المائي في الهواء لذا ينتقل الماء من الداخل الى الخارج بس كده لا وبخروج الماء من الصغور والخلايا المحيطة بها يزداد الضغط الاسموزي نتيجة زيادة تركيز المحلول وانخفاض الماء بها فتضطر هذه الخلايا لامتصاص الماء من الخلايا المجاورة وهكذا حتى تصل الى اوعية الخشب في الاوراق ثم الصاق الى ان تصل الى الشعيرة الجزرية التي تبدأ بامتصاص الماء من الطربة بواسطة الخاصية الاسموزية زي ما احنا شفنا كده ان عملية الانتشار لها دور كبير في عملية النتحة فالغرف الهوائية المحيطة بالصغر مع الخلايا الحارسة بيكون جواها او بتكون ممتلئة بالماء في الوقت ده بيكون معدل الانتشار او الجهد المائي في الهواء اقل منه في الغرف الهوائية فينتشر الماء الى خارج هذه الغرف عن طريق عملية الانتشار ينتقل من الغرف الهوائية والغرف المائية اللي موجودة تحت السغر الى السغر ثم الى الجو عن طريق عملية الانتشار بالتالي الهواء او البخار الماء اللي طلع ده بخار الماء اصبح منتشر في السغر وبالتالي بيخرج على هيئة بخار ماء خارج الى خارج او الى الجو الخارجي طب كده يبقى الماء معدل ونخفض في هذه الخلايا وبالتالي الضغط الاسموزي بتاعها اصبح كبير يعني تركيز المحلول باملاحه المعدنية الجوه اصبح كتير الماء قليل فبالطبع الاملاح المعدنية بقت نسبتها اكبر وبالتالي تبدأ الخلايا بالبحث عن الماء زي ما قلنا في القوة السالبة تبدأ الخلايا بالبحث عن الماء عن طريق الخلايا المجورة فتنتص الماء من الخلايا المجورة وهكذا اذا عملية الانتشار او الجهد المائي في الهواء بتكون اقل منها في الخلايا الصغر وبالتالي بينتشر الماء على هيئة مخار ماء وتبدأ عملية البحث عن الماء عن طريق الضغط الاسموزي والبحث عن الماء من خلايا الى اخرى الى انتصل الى خلية الشعيرة الجزرية واللي بتستطيع ان هي تمتص الماء من الطربة وتعيد الماء مرة اخرى بنفس النظام الى اخر خلية من خلايا النبات وهي خلايا الصغر يبقى احنا كده عرفنا ميكانيكية عملية النتح بتم ازاي تمت عن طريق عملية الانتشار زائد الضغط الاسموزي ننتقل الى الشريحة اللي بعد كده وهي ميكانيكية فتح وغلق الصغور طيب احنا عرفنا ازاي عملية النتح بتتم لكن عايزين نعرف ازاي الصغور دي بتتمم عملها ازاي بتقدر تفتح وتغلق حسب الحاجة او حسب عدم حاجتها لفقد الماء عندما تلاقي الخلايا الحارسة بالماء الخلايا الحارسة هي الخلايا اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي زي ما احنا شايفين كده هي دي الخلايا الحارسة دي فتحة الصغر اللي عليها الساهمة هو ودي خليتين على هيئة عدس او عديسة هي دي الخلايا الحارسة بتمتلق بالماء وبالتالي بامتلقها ينغلق الصغر ليه امتلق بالصغر فاصبح منتفخ فاغلق فاتحة الصغر ومعظم الصغور تفتح في الضوء زي ما قلنا ان عملية النتح بتكون اكتر في ضوء نهار وتغلق في الظلام وزيادة الضغط الاسموزي او الجهد المائي او قوة الامتصاص الاسموزية للخلايا الحارسة بتؤثر على ضغط امتلاء الخلايا الحارسة وبالتالي يؤثر ذلك على فتح او غلق الصغور كذلك فيه نقطة تانية وهي هيئون البوتاسيوم له عامل فيه عملية فتح وغلق الصغور لان عنصر البوتاسيوم او الكيه له علاقة بفتح الصغور عند دخول الماء الى الخلايا الحارسة في الضوء وده بيؤدي الى فتح الصغور عند خروج الماء ترتخي الخلايا الحارسة ويغلق الصغور ميكانيكيت فتح وغلق الصغور بتعتمد على الخلايا الحارسة لعملية الصغور ازاي؟ الخلايا الحارسة دي خلايا عادية جدا تمتص الماء وتفقد الماء لما بتمتص الماء او تنتلق بالماء بتنتفق وبالتالي بتقفل فتح الصغور فيمتنع النبات عن فقد الماء ايه تاني بيأثر على عملية فتح وغلق الصغور هو عنصر البوتاسيوم عنصر البوتاسيوم له علاقة بعملية فتح وغلق الصغور زيادته تؤدي الى فتح الصغور انخفاضه يؤدي الى غلق الصغور زي ما شفنا كده عند خروجه بترتخي الخلايا الحارسة ويغلق الصغور دي ميكانيكية فتح وغلق الصغور اللي تحدثنا عنها بعد كده ننتقل الى نقطة اخرى وهي العوامل المؤثرة على معدل عملية النتح عملية النتح في عوامل كتير بتأثر عليها بمعنى اصح ان عملية النتح مش عملية بتحدث من طرقاء نفسها او بتحدث ميكانيكيا لا في عوامل اخرى ممكن تؤثر على عملية النتح فتزيد عملية النتح او تقلل هذه العملية فقد النبات للماء لا يستطيع النبات امتصاص الماء من الطربة اللي عن طريق النتح اذا في عوامل هذه العوامل بتؤثر على عملية النتح سواء فقد الماء او امتصاص الماء من الطربة نتيجة هذه العوامل طب ايه هي العوامل المؤثرة عليه هل هي درجة الحرارة هل هي رطوبة اللي موجودة في الطربة هل هي العناصر الغذائية اللي موجودة في محلول الطربة تعالوا بيها نشوف ايه هي العوامل المؤثرة على عملية النتح زي ما احنا شايفين العوامل التي تؤثر على عملية ومعدل النتح هي عوامل خارجية وعوامل داخلية العوامل الخارجية هي واحد درجة رطوبة الهواء حيث يتناسب معدل النتح عكسيا مع درجة رطوبة الجو يعني ايه الكلام ده يعني النتح عامل علاقة عكسية مع درجة الرطوبة كلما زادت درجة الرطوبة يطرح هيزيد معدل النتح ولا يقل هيزيد معدل النتح فكلما انخفضت زادت معدل النتح حركة الهواء والرياح بتزيد معدلات النتح لان حركة الهواء بتقل البخار الماء الملامس لسطح الطربة وبزيادة الرياح تنغلق الصغور ويقل النتح يعني مع زيادة حركة الرياح تنغلق الصغور وبالتالي بيقل فقد النبات للماء درجة الحرارة احد العوامل الخارجية اللي بتؤثر على معدل النتح ومنها ان درجة الحرارة كلما زادت زاد معدل النتح نتيجة درجة الحرارة وارتفاع درجة الحرارة رقم خمسة توفير الماء بالطربة فبزيادة ماء التربة يزيد معدل النتح وده شيء طبيعي كلما كانت رطوبة التربة او المياه اللي موجودة في التربة كتير يبقى الجزر حيتشرب ماء بكميات اكبر وبالتالي لازم يفقد هذا الماء فبزيادة ماء التربة لازم يزيد معدل النتح حتى يستطيع التوازن بين عملية الامتصاص وعملية فقد الماء رقم ستة الضغط الجوي والضغط الجوي بيزيد معدل النتح وذلك عن طريق انخفاض الضغط الجوي طب ايه العوامل برضو اللي بتؤثر على معدل النتح احنا خدنا العوامل الخارجية تعالوا نشوف العوامل الداخلية وهي واحد مساحة سطح الورقة بيزاد معدل النتح طبعا بزيادة مساحة سطح الورقة ليه لان كل ما كانت مساحة سطح الورقة كبيرة هيبقى عدد الصغور فيها اكتر وبالتالي حتقوم بعملية فقد الماء بصورة اكبر علشان كده بيزاد معدل النتح بزيادة مساحة سطح الورقة كل ما قال مساحة سطح الورقة كل ما قلت اعداد الصغور داخل الورقة او بالورقة وبالتالي يقل معدل النتح رقم اثنين تركيب الورقة وتحوراتها فبيقل معدل النتح بزيادة سمك طبقة الكيوتيكل مثلا وزيادة الشعيرات وعمق الصغور كذلك توزيع الصغور على الورقة فعدد وتوزيع وعمق الصغور على سطح الورقة بيؤثر على معدل النتح عرفنا ان معدل النتح بيزيد او يقل من خلال عوامل خارجية وعوامل داخلي العوامل الخارجية قلنا زي الضوء زي الحرارة زي رطوبة الطربة كل هذي الاشياء بتؤثر على معدل النتح رطوبة المية او رطوبة الطربة كل ما كان الماء فيها الزيادة طبعا احنا عارفين ان شعيرات الجزرية من مواد غروية محبة للماء فبتتشرب الماء غصبا عنها عملية لا ارادية احنا عارفين ان المواد الغروية السليولوزية اللي منها الشعيرات الجزرية دي مواد غروية محبة للماء بتمتص الماء او بتتشرب المياه وتتشرب المياه معناه ان هي بتشرب المياه بدون جهد عملية ميكانيكية لا اكثر ولا اقل وبالتالي المية دي بتكون زيادة المية داخلة الخلايا بكمية زيادة وبكمية كبيرة لا تتحكم فيها الخلايا وبالتالي يلزم النبات فقد هذا الماء وإلا انفجرت الخلايا لو فضل معدل امتصاص الماء اكبر من معدل النتح هتفضل الخلايا تنتفخ نتيجة تشربها بالماء وبالتالي الفجوة العصرية حتمتلق وتمفجر وتموت الخلية واللي بعدها واللي بعدها ويموت النبات ليه علشان مفيش عملية نتح بتقوم بفقد الماء الزائد عن حاجة النبات لذا يلزم ان تكون هناك عملية توازن بين عملية امتصاص النبات للماء وفقد النبات للماء كذلك الحرارة قلنا ان شدة الحرارة وشدة الضوء بتزود معدل النتح من العوامل الداخلية شفنا مساحة سطح الورقة وكلما زاد معدل او مساحة سطح الورقة زاد معدل النتح عمق الصغور داخل الورقة يقلل لعملية النتح لانه بيحتاج الى وقت طويل علشان يقوم بعملية النتح علشان يصل الى سطح الورقة كذلك وجود طبقة الكيوتيكل اللي هي الطبقة الشمعية المغطية لسطح الورقة العلوي بتكون بكمية كبيرة جدا او بكمية متوسطة هذه الطبقة بتمنع او بتغلق الصغور غصبا عنها ليه؟ لانها سميكة جدا فبتجعل عملية فتح الصغر صعبة جدا وكلما زادت طبقة الكيوتيكل قلت عملية النتح وكلما قل حجم الكيوتيكل او الصمك الكيوتيكل زادت عملية النتح وجود شعيرات على سطح الورقة اللي هي الاوراق الهدبية دي اللي بيبقى عليها شعيرات صغيرة جدا وكثيرة دي بتقوم بعملية اعاقة للنتح عملية اعاقة للنتح اذا فيها عوامل داخلية وخارجية تواصل على معدل النتح وبالتالي فقد النبات للماء نشوف الشريحة اللي بعد كده والموضوع اللي بعد كده وهو تجارب عملية النتح وهذه التجارب مهمة جدا لإثبات عملية النتح من جهة ولقياس معدل النتح في النبات من جهة اخرى تعالوا هنا نشوف التجربتين دول ونعرف ايه علاقة النتح بفقد الماء وازاي نسبت ده وازاي نسبت اصلا وجود عملية النتح في النبات زي ما احنا شايفين التجربة عبارة عن السيس نبات السيس النبات اللي احنا شايفينه ده وطبعا فيه نبات مورق او فيه اوراق خضراء زي ما احنا شايفين وبنضعه على منضادة زجاجية ونجيب نقوس زجاجي المنظر اللي قدامنا ده نقوس زجاجي ونضعه على النبات وعلشان يعني نقدر ان احنا نحكم اغلاق النقوس على النبات بنضع يعني فاصل كده من الفازلين ما بين الزجاج او منضادة زجاجية والنقوس الزجاجي بحيث نغلق اي فتحات ممكن يتصرب بخار الماء من خلالها الى خارج النقوس الزجاجي هللاحظ ايه ترى بعد فترة هللاحظ وجود قطرات مائية على السطح الداخلي للنقوس بمعنى اصح ان انت هتلاقي نقط مية على النقوس من الداخل طب ده يا طرى بسبب ايه؟ هنشوف الاستنتاج نتيجة حدوث عملية النتح طب وعملية النتح بتعمل ايه؟ بتفقد الماء على هيئة بخار ماء طيب وبخار الماء ده بيروح فين؟ بيتكسف على جدران النقوس الداخلية وبالتالي هتحول الى خطرات مائية هي دي اللي احنا بنشوفها على الجدران الداخلي للنقوس يبقى بتحدث نتيجة خروج بخار الماء من صغور الورقة وتكسف هذا البخار على الجدران الداخلية للنقوس وبالتالي ظهور هذه القطرات ده بيثبت ايه؟ بيثبت وجود عملية النتح او قيام النبات بعملية النتح التجربة اللي بعد كده هي تجربة قياس معدل النتح الجهاز اللي احنا شايفينه ده ده اسمه جهاز البوتوميتر عبارة عن جهاز على شكل حرف يو زي ما احنا شايفين كده وفي نهايته انبوبة شعرية دقيقة جدا مدرجة بيكون عليها ارقام او مدرجة لقياس معدل فقد الماء في النبات طب هنعمل ايه؟ هنجيب البوتوميتر زي ما احنا شايفين كده ونضع فيه ماء ملون ليه ماء ملون؟ علشان يبقى ظاهر وواضح ونقدر من خلاله نقدر نقيس الماء المفقود في النبوبة الشعرية احنا عارفين ان الماء عنصر ليس له لوهن او طعمة او رائحة وبالتالي يصعب قياسه من خلال النبوبة الشعرية فبنضع ماء ملون علشان يساهل علينا عملية او قياس بنملأ الجهاز البوتوميتر بماء ملون زي ما احنا شايفين وهذا الجزء بيكون فيه سمام او عبارة عن محبس مية كده علشان يمنع انتقال الماء او دخول الماء الى البوتوميتر او بقية البوتوميتر هنضع فيه الفتحة التانية بتاعة حرف يو هنضع فيها نبات اغدر في اوراق علشان يقوم طبعا بعملية النادح زي ما احنا شايفين بهذا الشكل وحنضع الانبوبة الشعرية في كأس فيها ماء ايضا ملون يا طرح هنشاهد ايه هنشاهد تراجع الماء في الانبوبة الشعرية ويزداد بذلك معدل او ده نتيجة زيادة العوامل المؤسرة على النادح يبقى احنا هنشوف تراجع الماء في الانبوبة الشعرية الانبوبة الشعرية دي هتبدأ ان هي تسحب الماء كل ما يقوم النبات ده بعملية النادح هيمتص الماء من الانبوبة الشعرية اللي قدامنا طب والانبوبة الشعرية هتعمل ايه؟ هتمتص من الكأس وتبدأ العملية كده على طول لحد ما تتراجع المياه في الانبوبة الشعرية نتيجة ان هي سحبت الماء كله من الكأس طيب هنستنتج من الموضوع ده ايه؟ هنستنتج ان اوراق النبات بتقوم بعملية النادح وبالتالي امتصاص الماء من الانبوبة الشعرية طيب وده بيدل على ايه؟ على فقد النبات للماء وتعويضه بامتصاص الماء من الانبوبة الشعرية يعني بيثبت القوة السالبة كمان هنقدر نعرف من خلال التدريج اللي موجود على الانبوبة الشعرية كمية الماء المفقود كل يوم لو قمنا بالتجربة دي على مدى ثلاثة ايام نقدر نعرف معدل النتح هل بيزيد هل بيقل هل النبات بيقوم بدوره بفاعلية من خلال عملية النتح ولا في زيادة في عملية النتح ولا في عملية نقص في عملية النتح بعد كده بنخش على الاتزان المائي والاتزان المائي هو العلاقة بين امتصاص النبات للماء وفقده للماء عشان كان سموء اتزان يجب ان يكون فيه توازن في عملية امتصاص النبات للماء وفقده الماء زي ما قلنا قبل كده وخلال الحلقة عملين نؤكد على ان يجب ان يكون للنبات توازن مائي يجب ان يكون معدل امتصاص النبات للماء يساوي معدل فقده للماء تعالوا نشوف الاتزان المائي تعريفه وخصائصه الاتزان المائي هو العلاقة بين كمية الماء الممتص والماء المفقود عن طريق عملية النتح يبقى هو العلاقة بين كمية الماء الممتص من خلال الطربة والماء المفقود من النبات عن طريق عملية النتح فعندما يكون معدل امتصاص الماء أكبر من معدل فقده يكون الاتزان المائي موجب يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما يكون معدل امتصاص الماء من الطربة أكبر من معدل فقده بيكون الاتزان المائي موجبا وفي صالح النبات عمال يمتصف ماء وطبعا ده بيؤدي إلى نشاط الخلايا وزيادة عملية تكاسر خلايا النبات لكن زيادته برضو زيادة عن اللزوم قد تؤدي إلى انفجار هذه الخلايا فيجب أن يكون عملية التوازن المائي موجبة ولكن مش زيادة عن اللزوم وأثناء الليل يكون الاتزان المائي لصالح النبات فبيقول لي علك ليه بيكون الاتزان المائي ليلا في صالح النبات لانعدام النتح السغري لأن في الحالة دي الصغور زي ما احنا قلنا قبل كده وعرفنا الصغور بتكون مغلقة في الظلام فما بتقومش بعملية النتح لكن عملية امتصاص الماء شغالة على طول خاصة ولو كان فيه رطوبة مائية في الطربة كل ما كان فيه رطوبة في الطربة كل ما كان تشرب النبات للماء أكتر وبالتالي ده حيكون في صالح النبات أنه هو بيمتص الماء بكميات مناسبة إذا زادت عن اللزوم حتقوم النباتات بعملية النتح ويتوقف المحتوى المائي الداخلي للنبات على عاملين أساسيين هما امتصاص الماء وفقد الماء بالنتح يبقى المحتوى المائي اللي هو داخل النبات بيتوقف على عاملين أساسيين زي ما قلنا ايه هما عملية امتصاص الماء وعملية فقد الماء بالنتح طيب فقد الماء المستمر للنبات بالنتح بيسبب زبول النباتات كلها وهذا الزبول منه نوعين إما زبول مؤقت وهذا الزبول مؤقت بيظهر مثلا عند اشتداد الحرارة بيظهر على شكل تهدل والتفاف الأوراق تجد أن الأوراق مبرومة وملفوفة بشكل معين ومتهدلة يعني سقطة إلى الأسفل وتفقد خلاله الخلايا مائها لتيجة اشتداد الحرارة طيب هل الزبول ده يؤدي إلى موت النبات؟ لا قد تستعيد النباتات توزنها مرة أخرى بامتلاءها بالماء عند الغروب مع فقد الجو لحرارته تبدأ النباتات ترجع تاني لحالتها الطبيعية وتستعيد نشاطها وتبدأ المياه في دخول النباتات في الغروب مع قلة عملية النتال أما النوع الثاني من الزبول فهو زبول دائم وده بيظهر عند زيادة معدل النتح عن امتصاص الماء مع استمرار النقص مياه التربة لفترة طويلة سرعة الري قد تزيل الزبول الدائم بينما منع الري يؤدي إلى درجة الجفاف ويؤدي إلى الإجهاد المائي وبالتالي موت النبات إما تلحق النبات وترويه سريعا مع اشتداد الحرارة وقلة الرطوبة في التربة إما هيبدأ النبات في زبول يؤدي إلى موت النبات طب إيه هو الإجهاد المائي؟ الإجهاد المائي هو تعرض النبات لنقص شديد في الماء ليه؟ لدرجة الجفاف وده يؤدي إلى نقص امتلاء الخلايا لدرجة تسبب خلل جميع العمليات الفسيولوجية والحيوية داخل النبات زي ما احنا شايفين في الصورة كده ده نبات واحد وبيورينا إذا كانت المياه موجودة في الأرض أو بتقوم عمليات الري بري النبات وكفايته من الماء بيظهر بهذا الشكل الأخضر اللي قدامنا أما إذا كان هناك ضعف في الري مع قلة مياه التربة أو المحلول المائي زي ما احنا شايفين بتكون الأرض متشققة بيظهر جفاف في التربة وده بيؤدي إلى أن الشعرات الجزرية بتكون المياه اللي فيها قليلة جدا لدرجة تسبب خلل في جميع العمليات الفسيولوجية والحيوية مش في الخلية دي وبس لا ده في جميع خلايا النبات التأثير الفسيولوجي للإجهاد المائي على النبات شيء هام جدا يجب أن احنا نعرفه التأثير الفسيولوجي بيدل على أن نقص الماء بيؤثر فسيولوجيا على العمليات الحيوية داخل النبات إزاي؟ بنقص المحتوى المائي بالخلايا نتيجة تقطع مثلا الشعرات الجزرية أو نهيار أعمدة الماء في أوعية الخشب بيحدث زبول شديد في النبات من أيضا التأثيرات الفسيولوجية للإجهاد المائي نقص سرعة الإنبات نتيجة نقص الماء لأن احنا عارفين أن الماء مرتبط بعملية التقاصر داخل النبات كل ما وجد الماء بكمية كبيرة كل ما نشطت الخلايا وبدأت تتقاصر وتنقسم بسرعة وده بيزود نمو النبات طويلة وعرضة نقص انقسام واستطالة الخلايا برضو له علاقة بالماء نقص عملية البناء الضوئي طب وده إيه أهميته؟ نقص عملية البناء الضوئي واللي هو بيعتمد أيضا على الماء بيقلل البروتين والكربوهيدرات وبيعمل على نقص هرمونات النمو ما يؤدي إلى موت النبات أو الزبول النباتات كذلك بيزيد معدل التنفس وبزيادة التنفس تتحلل الكربوهيدرات إيه هي الكربوهيدرات أو الكربوهيدرات؟ هي المواد السكرية اللي بيحتاجها النبات في عملية الانقصام وكذلك البروتين اللي من خلاله بينمو النبات وزيادة هرمونات تصبيت النمو يبقى نقص الماء حيزود التنفس اللي بيحلل الكربوهيدرات والبروتين وبيزود هرمونات تصبيت النمو يعني كلمة تصبيت النمو؟ يعني منع النمو كذلك بيتدور الكلوروفيل وبتبدأ النباتات يظهر عليها الشيخوخة وبالتالي تسقط أوراقها ثم تزبل وتموت كذلك نقص الأزهار وتكوين السمار وده بيقلل نقص المحصول زي ما احنا شفنا التأثيرات الفيسيولوجية لنقص الماء أو للإجهاد المائي اللي بيحدث للنبات بيؤثر بشدة على العمليات الفيسيولوجية داخل النبات ازاي؟ زي ما شفنا كده وعرفنا انه بيأثر على عملية مثلا البناء الضوئي ودي عملية مهمة جدا في بناء الكربوهيدرات والبروتين داخل النبات ايه فايدة الكربوهيدرات والبروتين بناء جسم النبات اما اللي احنا سمناه ليه بناء ضوئي لانه بيبني جسم النبات طيب ونقص الماء او الإجهاد المائي للنبات ممكن يؤدي الى توقف عملية البناء الضوئي طبعا ده ممكن يوقف عملية البناء الضوئي وبالتالي يضعف النمو داخل النبات كذلك وجدنا ان الإجهاد المائي بيزود من سرعة تنفس النبات يبدأ معدل التنفس في النبات يزيد جدا وده يخليه يستهلك اكتر كربوهيدرات وبروتين باستهلاكه للكربوهيدرات والبروتين ده بيمنع الخلايا ان هي تنقصم لان الخلايا محتاجة للكربوهيدرات والبروتين علشان تنقصم وتنمو لما انا ابدأ اتنفس اكتر ابدأ ان انا اسهلك هذا البروتين والكربوهيدرات اللي محتاجة للخلايا للنمو والتكسر والانقصام وبالتالي بمنع نمو النبات بالاضافة الى ذلك ده انا كمان بصبط هرمون النمو بصبط هرمون النمو يعني ايه؟ يعني بوقف هرمون النمو لان هرمون النمو محتاج للماء بنقص الماء بينقص هرمون النمو او بيتوقف عن افراز الهرمونات الخاصة بعملية النمو داخل النبات كذلك اكتشفنا ان عملية الازهار او التزهير متعلقة جدا بعملية الايجاد المائي كذلك وجدنا ان بعض العمليات الفيسيولوجية داخل الخلايا بتتوقف مع الاجهاد المائي للنبات زي ما شفنا في العناصر السبعة بتاعت التأثير الفيسيولوجي للاجهاد المائي على النبات بكده بنكون انتهينا من عملية النتح ووصلنا لاخر فقرة في برنامجنا نتمنى لكم التفقيق والنجاح شكرا لكم والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة